اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لن تنادوا بالرى حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هنا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتروا على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وبا كان من المشكين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخنه كان آمنا ولله على الناس في الجربيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تغفرون وأنتم دسنا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفوقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأنف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم مدنا كذلك يبين الله لكم آياته لعنكم دهتدون فالتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفرخون ولا تكونوا كالذين تفوقوا واختنفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت سجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فتوقوا العذاب بما كنتم دكفرون وأما الذين بيضت سجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعدمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تنجع الأمور كنتم خير أمة أخر جسم الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن آل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأغسرهم الفاسقون لن يضلكم إلا أداه وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم مدا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إنا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويغترون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسرون آيات الله أداء الليل وهم يسدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفرون الدنيا عنهم أموالهم ودأ أولادهم من الله شيئا وأولئك أصاب النار هم فيما خالدوا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمسل ريخ فيها سر أصابت خرسقوا من ظلموا أنفسهم فآدكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علتم قد بتت البغضاء من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم دعقلون ها أنتم أولئذ حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا أخذوا وعروا عليكم لنا من من الغيظ قل موتوا بغيذكم إن الله عليم بذات السنور إن دمسسكم حسنة دسوهم وإن دسبكم سيئة يفرخوا بيا وإن دسبروا وتتقونا يطوكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون مخيطا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن دفشنا والله ونيهما وعن الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدله فاتقوا الله نعنكم تشكرون إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يبدكم ربكم بسناسة آلاف من المدائكة منزنين بلا إن دسبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من المدائكة منزنين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولدتم إن قلوبكم به وما النسر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ترفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السباوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور ركيم يا أيها الذين آمنوا لا تكنوا الرباء ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم نفرهون واتقوا النار التي أعدت الكافرين واتيعوا الله والرسول لعلكم درحمون وسارعوا إلى منفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكارمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المرسلين والذين إذا فعلوا فاخشة أو ذنبوا أنفسهم ذكنوا الله ذكنوا الله فسوف نور ذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم منفرة من ربي وجنات تجري من ذكيا النار خالدين فيها ونعم أجر العابلين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تغزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرخ فقد مس القوم قرخ مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الوادمين وليمحس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونما يعلم الله الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظروا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يظل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس الأرض موت إلا بإذن الله كتابا مؤجنا ومن يرد صواب الدنيا نوته منها ومن يرد صواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهدوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفهم وما السكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اوفر لنا ظنوبنا ربنا اوفر لنا ظنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبس أقدامنا وسبس أقدامنا وانسنا على القوم الكافرين فآتاه الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المرسلين يا أيها الذين آمدوا وإن دطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنضربوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومغواهم النار وبسمس والظالمين ولقد صدقكم الله عنده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما ذهبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله دوفا للعلى المؤمنين إذ تسعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تنزلوا على ما فاتكم مدى ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون أننا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ماذا يبدو لنك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قدرناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كذب عليهم القسرين مضاجيم وليبتلي الله ما في سدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذاذ سدور إن الذين تولوا منكم يوم التقوا جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله وفعل حريم يا أيها الذين آبدوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا اضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك خسدا في قلوبهم والله يخي ويميس والله بما تعملون بسير ولئن قتلتم في سبيل الله أموتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجبعون ولئن موتم أو قتلتم لئن الله ذو شرود فبما رحمة من الله لنت دوا ولو كنت فرضا غريض القلب لنفضوا من حولك فارفوا عنهم ما استوفر لهم مشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصلكم الله فنظارب لكم وإن يخذوكم فمن ذا الذي ينصلكم من بعده وعد الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وبيغوا اليد بما ول يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يزمون أفمن اتبع لطان الله كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبس البصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسروا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم دعا لنقاتلوا في سبيل الله ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفاهم ما ليس في قلوبهم والله أعدم بما يكسبون الذين قالوا لي إخوارهم وقعدون وأطاعون ما قتلون قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تغسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يرزلون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القره للذين أرسلوا منهم واتقوا أجر عديد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إبادا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا النسوء واتبعوا نظان الله والله ذو فضل عديد إن بذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يغزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين شرعوا الغفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يغسبن الذين كفروا وأن ما نملي لهم خير لأنفسهم إذ ما نملي لهم ليزدادوا إسما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذرى المؤمنين على ما أمدوا عليه حتى يميز الخبيص من الطيب وما كان الله ليطنعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من نسره من يشاء فآمنوا بالله ونسره وإن دؤمنوا وتتقوا فنكن مجرد عظيم ولا يغسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فرده هو خيرا لهم بل هو شام لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات والآل والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونخل أغديا سنكتب ما قالوا وقسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت سيدكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربا لندكنه النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قدلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد قذب رسل من قبليك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب البنير كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزك عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشرفوا أذى كسيرا وإن تسبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميساق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشروا به ثمنا قليلا فبسما يشترون لا تغسبن الذين يفرخون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تغسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت آذاباتنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا بناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ونا تخزنا يوم القيامة إنكنا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلون أو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات دجري من دغتها الأنهار سواب من عند الله والله عنده خسر سواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البناد متاعوا قليل ثم مغاهم جهندم وبس المياد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات دجري من دغتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من آل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم دفركون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ادقوا ربكم الذي خنقكم من نفس واحدة وخنق منها زوجها وبس بالنبارجانا كثيرا وبس بالنبارجانا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم لا تتبدلوا خبيسا بالطيب ولا تكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانككوا ما يطاب لكم من النساء وثاوى سناس ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواكدة أو ما منكس أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسه فكنواه وليئا مذيئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وكونوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النقاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم موالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليسعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قونا سبيدا إن الذين يكونون أموالا اليتاما ذلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للزكري بسحر الأنسيين فإن كن نساء فوق السنتين فلهن سرسى ما ترك وإن كانت واحدة فناد النصب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن جاد له ونده فإن لم يكن له ملد وبرسه أبواه فلأمه سرس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وسيتي يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم ناتذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عديما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ونده فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وسيتي يوصي بها أو دين ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ونده فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وسيتي توسون بها أو دين وإن كان رجل يورس كنادة أب امرأة ولهن أخ أو أخت فلكل واخد منهما سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وسيتي من بعد وسيتي صابيا أو دين غير مضار وسية من الله والله عليم حريم تلك خدود الله ومن يتعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من ذاتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العديم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد خدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاخشة من نسائكم فاستشدوا عليهم أربعة منكم فإن شيدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولدان يأتيانها منكم فادوهما فإن تابا وأسرحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا وخيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتوا الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عددنا لهم عذابا أديما يا أيها الذين آمنوا لا يخل لكم أن درسوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاكشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء ذكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداهن قمضارا فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذونه بغتانا ويسما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضع بعضكم إلى بعض واخذ منكم ميساقا وليلا ولا تنجحوا ما دخخ آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاخشة ومقتا وساء سبيلا قل رمس عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في هدوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناخ عليكم وحلائل وأبنائكم والذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما